ومتفاجئين الآن بمتفاجئين بالجوطة الحاصلة في مصر لكن بنتفاجأ فعلا فجأة من نتفاجأ بالإعلام يتكلم بصورة لا والخبراء المصرين الخبراء الرئيس المصرين دكتور سلمان يعني على ضوء الوقاعة التي ذكرها الروفزر السيف يعني يعني تحليلك شو للموقف المصري المنفجر ده الآن بهذا الشكل الكبير أنا أعتقد أن هناك ارتباك في الموقف المصري الموقف المصري أيد لي سدر النحوضة في اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة سيسي والبشير ورئيس الوزراء هايلي ماريهم وافقوا على قيام السد وأوضحوا أكدوا بغضوح حقية إثيوبيا في استخدامها للتنمية وأكدوا أن السد من ألي التنمية الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة المساهمة في التنمية الاقتصادية الترويج للتعامل عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد الطاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها هذه مادة أساسية في اتفاقية إعلان المبادئ الارتباك هذا يعني يأتي أحيانا هناك تأييد للسد وهناك وقوف بجانب السد وهناك وقوف بجانب حقية إثيوبيا في استخدامها للتنمية بعد فترة نجد صوت آخر أنا أعتقد أنه بيبضح حالة الارتباك داخل المؤسسة المصرية المؤيدين للسد أحيانا بيرتفع صوتهم المعارضين للسد أحيانا يرتفع صوتهم فهذه الفترة هي الصوت الذي ارتفع ورد الصوت المعارض لسد النهضة المشكلة الأساسية أن هذا السد مفيد للسودان وهذه هي المشكلة الرئيسية بالنسبة لمصر من أين تأتي هذه المشكلة؟ النهر النيل الأزرق هو هم روافد نهر النيل 50 مليار متر مكعب يأتي في ظرف ثلاثة أشهر من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر بعد منتصف سبتمبر النهر ضعيف الإيراد والإستواتناك الإمكانية الإستخدام في الزراعة أو في الري أو في التوريد الكهرباء الذي سيحدث بعد قيام سد النهضة أن انسياب النيل الأزرق سيكون منتظما طوال العام وهذا سيعني أن السودان بدل أن تكون لديه دورة زراعية واحدة يمكن أن تكون لديه ثلاثة دورات زراعية مثل مصر مصر لديها ثلاثة دورات زراعية بسبب السد العالي ترجمة نانسي قنقر